نأخذ الطريقة الثانية الطريقة الثانية انه الصحيح انه التعامل معها سهل جدا انه هو الحاجة بدك تعمل pip install flask restful تمام كيف نكتب فنكتب code api rest اثنين طينا انت ايش بتعمل from flask import flask from flask restful import ايش هما resource api و api سنتظر resource الابليكيشن طبعا نعرف الابليكيشن هو عبارة عن object من flask نعطي له هنا name ونعرف api الابليكيشن هذا فبالتالي انت تقول api اخبرت 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 api الابليكيشن مع الاسم اخبرت 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 class wither اسم الكلاس طبعي weather تعمله inheritance من resource طبعا في resource هنا كيف بدك تتعامل بدل ما انت يعني زي ما شفنا هنا في المثال انه تروح تقول انه الميثود get to post واذا كان الميثود بوست اعمل كذا واذا كانت بوست لا هنا ببساطة بتروح انت ايش بتسويه بتروح بتعمل define للget و define للpost بس وهو لوحده بيحدد انه راح يستدعي هاي او هاي حسب طلب المستخدم لو طلب post بستدعي هاي لو طلب get بستدعي هاي طبعا هنا الpost احنا تلزم ناش ايش ماذا بدنا نجيب؟ بدنا نجيب هنا الهذا بدنا نجيب وحطه هنا بدنا اعتبر انه والسطن بياخد city في الget نفس الكلام فبدنا اقول له انه هنا get انه temp بتساوي temperature.get city ونعمل return لدكشنري مباشرة temp و temp نعمل طيب ايش ضل؟ ضل الخطوة اخيرة انه انت api.addresource بدك تربط بين url والclass واذا تقول له هنا انه الclass weather ربط لي مع slash weather slash city واخر حاجة تعمل run للابليكيشن طبعا فبالتالي هنا فعلا انه هذا مكرس للسيربس مكرس انت عندك لا service يبقى import flask من flask restful import لresource و api تعرف object من flask بتعرف api للتطبيق بتعرف class اللي بدك تقدم فيه الخدمة اللي هو weather طبعا متعرف فيه get method لو انت بلزمعك البوست بتعرف كمان البوست تمام وهنا بترجع dictionary وهنا بتروح بتربط الخدمات تبعتك لو في انا عندي خدمة تانية تعملها class تاني وبتضيفها في add resource في سطر تاني زي هنا فهنا انت تربط منه اربط لي بين class weather وبين هذا url تمام الآن خلينا نعمل stop للسيربس هذه ونعمل run للسيربس تمام تمام كيف ونعمل ماذا ال off هذه debugging mode هذا ال debug يعني تضحيح الأخطاء فهنا بيجيب لك تفاصيل أكثر للأخطاء ويقدر يخليك انه انت تتبع علاوة على ذلك انه انت لو عمرت اي تغيير هنا فالحاله بروح بعمل restart ال application هي طبعا by default of كيف تفعلها on بتروح هنا على edit configuration وبتختار هنا flush debug بتعمل عليها check زي وهنا بتعمل restart فصارت هنا واحد ويجيب لك اياها هنا on فبالتالي هو لحاله بتحسس انه الكود صار في تغيير لحاله بروح بعمل restart الان احنا كتبنا client بنا نكتب server بنا نكتب client سميه clt برضو نفس الفكرة سميه سميه نفس client هنا اشتركوا في القناة 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 هل تقولون خان يونس أسخن ثلاثين والرطوبة ننزل لك نعم نعم نعمل غير عن قيم هذه نغير شخصة وهنا الهوى يعني هاوي أكثر فهنا بيصير انه وذر ديتا بالضبط وهنا الكي رح يصير عبارة عن الستي والفاليو عبارة عن انه وذر لهذه السيتي فبالتالي هو عبارة عن نستد ديكشنري بهذا الشكل نعم خلينا نتأكد انه عمل ريستارت هايو عمل ريستارت اكثر من مرة لوحده بالضبط فهنا ايه سيتي لا بارشلونة لا فهنا تمام فهنا ريستار 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 ر.json بساعتها بتعمل ريستار 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 اخري الويند صفت راب صفت راب get temp result get wind كعب اجيب من result القيم نتيجة 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 نستخرج القيم تضيليه temperature wind humidity وهنا اخر result get humidity نعم ماذا؟ 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 نمرها في الأول التي هي high city ماذا؟ 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 نعم 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ونحن نقوم بتجريد نفس التقس ويجب منه الهوار والويند والهوميد تمام؟ فبالتالي فعليا طورنا شوية في خدمة التقس تبعتي وصارت تقدم معلومات غير عن دجة الحرارة فقط انه صرنا نقدم دجة الحرارة والرياح والرطوبة لتلاث مدن فقط تمام؟ خياي سؤالي شباب راتيكو ملاب